سأضع لعبة وضعها في قلب الكعب الأنية وضغطها من ضغط الفقع النار هبت أجوء عليه عشرين دقيقة بعد طريق في الزفة وبولي ورأس نحن ننفق النار أنتم أربع أشخاص والعروس والعريس قدامكم العروس بعد البيت نحن نجيب العروس من البيت العريس يحملونه على كثافر العالم ومشيون فيه نحن مشيون بعد العريس بعد العريس في عشرين متر نحن 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 خشب يوم من مراع كلهم يوم من جهتين لكن لقد قمت عنه عشرين دقيقة أن أضع نروح بها وقمت عنه لكن لقد مشغلت ثم نحن 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 نأشرة إذا لم تحصل عنه كما هو يكفي لانه الماء بالتأكيد أوليك قبل أن يكفي صادفت هو قد ما بتعرف كيف زفات ومستعجل جاي فجأة عم بحط ليعبه حتى بقلب كعب الأنين دهري ضغطها ففجرت الأنين بإيدي من ضغط الفقع النار هبت أجو عليه مش عليك انت لا أنا قلت بلزقه ما أجو علي الأنين فعت بإيدي بس أجو عليه يعني النار ولعت بالشخص اللي حدك اللي شارك معك بالزفة مية بالمية بالمية ولعت النار فيه؟ ولعت النار كل حدا كان عم بصور بوقته؟ الكل الكل كان عم بصور حضرته؟ اي حضرته والشخص اللي ولع شو صار فيه؟ دغري آخرنا على المستشفى دغري يعني اليوم شو وضعه؟ حمدل أحسن حمدل الحمدلله على سلامته الحمدلله على سلامتك ولكن سؤال بهيك بهيك لما حدا يكون عم يلعب بالنار عم يعملوا استعراضات بالنار ما فيه معايير سلامة ميليموم بتاخدوها بلا فيه أكيد فيه بس هنا صادفت صادفت أنه كل عرض فيه عنده أصول فيه عنده معايير سلامة عامة فيه حياتكم بالدق فيه حيات الناس بالدق قلت اللي بحي شعبة سكنة كتير كبيرة عم نشوف يعني انت عم تلعب بالنار وفيه برادة فوق راسكن هيدول معايير السلامة مش هن الأساس قبل ما واحد يفكر بأي شي تاني صاح بس استاذ مالي ديالك كلمتان بس صاح شايفها العلم كلها بس ما حدا منهم ما حدا منهم نهائيا قربيت أخفيه قدي ضلوا والع شاب 18 ثاني 18 ثاني والعب بالنار 18 ثاني يعني الناس ما قربيت خافت ما قربيت أو ليه ما قربيت لا كل واحد معه تليفونه بحب هيك الشغلات هذا للأسف يعني للأسف واحد بكون في حادسة قدامه بيلتهي بالتصوير اه؟ بس أنا برجع بسأل السؤال الأساسي اليوم في معايير السلامة اليوم أنتو كنتو إاخدين معايير السلامة لا ما كنا إاخدين ما كنا يعني إاخدين مش عارفين هيك هيصير يعني أنا صار لي أربع سنين بنفق نار ما صار هالشي يعني وكف العرس عادة؟ الصراحة نحن قلنا لهم كفي هالحادسة شو علمتك خلاصة الحادسة شو يعني اليوم لما تعمل استعراض نار مرة ثانية أول شي معايير السلامة ده أول شي تكون معاي الناس قالوا لي كثير أنت هتوقف نار فإنه لا بس كيل أديها بولعها بتذكر الشاب اللي ولع فيها